أن يسعى مواطن لحل نزاع قضائي ويجد أبواب الإدارة المعنية مغلقة فهذه مشكلة لكن الضرورة تجعل بعض مراكز التقاضي مغلقة أحيانا فمركز القاضي المقيم في مدينة إيموزار كندر القريبة من مدينة فاس واحدة من مراكز التقاضي المؤقتة التي شملها الإغلاق ما يجبر سكان المدينة والمناطق الجبلية المجاورة لها إلى قطع مسافات للوصول إلى مراكز أخرى إغلاق يفاقم معاناة الأشخاص المعنيين كان عني من مشاكل مرتبطة بمحاكم القرب وبالتالي يحتمع لنا لنطقل إلى المدينة المجاورة مثل مدينة أزرو أو مدينة أصفرو من أجل تسبوع والملفات والتقاضي في كل ما يهم محاكم القرب توفير وسائل تحقيق العدالة وتكريس سياسة القضاء القريب مطالب ملحة يرفعها المحامون لتخفيف الضغط على بعض المحاكم المركزية وتوسيع دائرة الخدمات وتسريع تطبيق الإجراءات القضائية وتفادي ضياع حقوق الأشخاص يخص الدولة ووزارة العدل من خصوص أن يتوسع نطاق تقاضي المجال لها من البنايات من الموارد البشرية وتقل الموارد البشرية من إسماء القضاء وكذلك الكتابات الضبط ولتوفير هذه الشروط تسعى الحكومة في خطتها الجديدة إلى محاولة تقريب خدمات العدالة من المواطنين وتحسين شروط التقاضي المقاربة الجديدة الاعتماد وإعادة تشغيل وإعادة إحداث بعض المركز التي تم إلغاؤها من أجل تقريب الخدمة القضائية لفائدة العالم القروي لسد الحاجة على مستوى تقديم الخدمات القضائية تعمل وزارة العدل والقطاعات المعنية على بناء محاكمة جديدة وإعادة فتح مراكز مؤقتة للتقاضي لترسيخ ثقافة القضاء القريب من المواطنين خطة الحكومة الجديدة لتحقيق هذا المسعى تعتريها تحديات كثيرة يبررها حقوقيون بوجود رهانات وعراقيل عديدة مطروحة في قطاع العدالة فاطمة البكاري الحرة الرباط